التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية China Energy وعدد من كبار قيادات الشركة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد في مستهل لقاء حرص مصر على العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية وتطوير تعاونها مع الشركة الصينية العاملة في مصر والتي يأتي في مقدمتها China Energy وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي شدد على اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنصيق والتعاون مع الشركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها مؤكدا ترحيب مصر برغبة الشركة في توسيع نطق مشروعاتها في مصر خاصة المشروعات المرتبطة بالهايدروجين الأغدر وأشر الرئيس السيسي إلى حرص مصر على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتدريب وتشغيل العمالة المحلية وكذا توفير فرص عمل جديدة في السوق المصرية ومن جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة China Energy التعاون القائد بين الجانبين مشيرا إلى أن مصر تعد ضمن أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة والهيدروجين الأغدر ومؤكدا أن الشركة عازمة على الاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون المشتركة بما يحقق مصالح الجانبين ترجمة نانسي قنقر